طيب منتخب مصر كلام كتير جدا عن منتخب عكبتن حسام البادري على أداء الفريق عن نتيجة بتاعة ماتشا أنجولا المظهر اللي ظهر بالمنتخب الوطني فيه الحقيقة في الحقيقة في مراحل التصفيات الأهم دايما إنك تكسب يا فرحيت أنا لعب حل وقوي وبتاعه ومصعدش كاسة العالم إيه بقى لا استفدت إيه ما استفدتش حاله هل معنا كده إن أنا بدافع عن أداء المنتخب لأ بصراحة إزاي؟ إزاي؟ حط كده أولويات بالنسبة لك أو نقط مرتبة رقم واحد المهم إنك تكسب رقم اتنين وده مهمة قوي قوي إنك تكون مقنع لما تكسب إنك تودي رسائل لكل المنتخبات اللي عممكن تقابلها في الأدوار الإقصائية أو الدور الإقصائي الوحيد يعني بعد بإذن لما نتأهل يعني الرسائل دي مش هتما ما فيش رسائل ما فيش أي حاجة أنت هذا فاكي توصل كاس العالم بالمنظر ده بالأداء ده ما يوصلكش آخر الشارع خالص ما نتعشمش في كاس العالم لو فضلنا بالأداء ده ما نتعشمش في كاس العالم ريح دماغك لأن بصراحة بصراحة والبعض تتكلم على حتة أصل الإجهاد واللعابة مجهدة وموسم طويل ومش طويل حلم معاك ما فيش أي مشكلة آه في إجهاد لكن حتى وانت مجهد انت مش شايف أي شكل لعب المنتخب مصر مش شايف أي أسلوب لمنتخب مصر حديك مثال يعني أيام كوبر ها احنا وكناش عاجبنا الأداء بس كنا عارفين الكوبر بيلعب إزاي بيدافع ويدي لصلاح وكان بيحقق أهدافه إنك وصلت كاس العالم وصلت نهاية الأمم الأفريقية مشيت كويس كان معروف عنك أسلوبك لكن مع المنتخب مع كابتل حسين بدري حتى الآن ما فيش أسلوب لمنتخب وانا مش شايف أي أعذار حتقول لي إجهاد ماشي بس كان فيه فترات ممكن تعمل فيها معسكرات وتجمعات المنتخب انت ما عملتهاش انت المنتخب الوحيد اللي ما عملتش معسكرات فبالتالي كان نتج طبيعي أنت تشوف منظر المنتخب كده لكن في كل أحوال كل المسانده والدعم الكابتن حسين البدري ولمنتخبنا الوطن في ظهره بنسانده وإن شاء الله بإذن الله يفرحونا بكرة المباراة إن شاء الله ساعة 9 بالليل قدام الجابون هناك في الجابون نكسب ربنا يكرمنا يبقى قطعت الشوت كبير جدا في التصفيات بعض الأخبار سريعا المنتخب خلاص وصل للجابون عشان يستعد المباراة محمد صلاح نضمه دي إضافة قوية جدا مؤكدة للمنتخب المنتخب بيه زيه التقليدي في مباراة الغد بإذن الله تعالى طيب دي كانت حلقتنا النهاردة من الترند أعتقد قولنا رحضركم كواليس وأخبار كتير جدا ليس لدينا المزيد لكن غدا كل الجديد في حلقة جديدة بالنفس البنية إلى اللقاء